هذه هي الوحدة الصحية في منطقة السوخير بمديرية المقاطرة في محافظة لاحق وهي واحدة من مرافق صحية تستقبل كل يوم عشرات المرضى من مختلف مناطق المديرية خاصة مع تفشي الإصابة بالأوبيئات والحميات وسوء التغذية طبعا استقبلنا 16 حالة استباه بحمى الظناك حميات واستقبلنا 9 حالات سوء تغذية يعني إلى اليوم هذا وطبعا تقدم الوحدة الصحية جميع الخدمات من تطعيم من صحة إنقابية من علاج سوء التغذية الوخيم هو الأكثر حضورا هنا حيث سجل مكتب الصحة بالمديرية خلال الشهرين الماضيين نحو 144 حالة إصابة بالمرض بالإضافة إلى حمى الظناك التي بلغ عدد المصابين بها 92 حالة في المديرية إن عدم المحالي الطبية تعد إحدى الصعوبات التي تواجه الوحدة الصحية هنا الأمر الذي يعقد من إمكانية اكتشاف المرض وتشخيصه ويلقاء المختصون إلى إحالة غالبية المرضى إلى مستشفيات بعيدة تقع خارج نطاق المديرية أو خارج نطاق المحافظة ما يسبب للمواطنين مشقة في السفر وتلقي العلاج طبعا أهم الصعوبات النور والشيء يعني نقص في العلاقات فيه نقص في المحالي الحق السريعية هذه حق حمى الظناك وحقه يعني يعمل فحوصات أولية زي التهابات لا توجد كل العلاقات التي انديها لأخذ المريض في هذه الحالة نكون مضطرين مقبرين نحول له إلى منطقة طرق الباحة إلى منطقة طربة أو يذهب إلى أماكن خاصة يأخذ العلاقات دعم هذه الوحدة الصحية وبقية المرافق في المديرية بالأدوية والمحالي للمقبرية والمعدات الطبية من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى وذويهم في السفر إلى مشافي المدين الرئيسية للحصول على خدمة طبية في ظل ترد نظام الصحي في عموم البلاد ساميح دلوهاب فاناتو بالقيس لحظة